أمين تسأل تقول يعني بالنسبة للجن والشياطين هل أيضا هناك ملائكة يسجلون أعمالهم الجواب نعم يا أخت الفاضلة بالنسبة للجن هم من جنس من كلفهم الله عز وجل فالله جل وعلا كلف بني آدم وكلف أيضا الجن والجن منهم المسلمون وعنا منا المسلمون فلذلك الجن منهم من آمن بالأنبياء آمنوا بموسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في موضع اسمه نخلة بين مكة والطائف جاءوا فبايعوا النبي عليه الصلاة والله أسلموا يعني ما يعرف بليلة الجن وسجلها القرآن سجلها القرآن حتى إنهم ولوا إلى أقوامهم منذرين ولوا إلى أقوامهم منذرين قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فالمقصود ما دام أنهم مكلفون فيظهر الذي يظهر بأن هناك أعمال هناك ملائكة تسجل أعمالهم تسجل أعمالهم لأنهم سيحاسبون يوم القيامة سيحاسبون يوم القيامة ولذلك هم من من كلفهم الله